دكتور خالد مجاهد الحمد لله فندم الحالات المصابين عايزة تطمن السيدة المشفيدين وطمن حضرتك ان الحالات كلها من بسيطة الى متوسطة بتتراح الاصابات من زحاجات لكدمات الكسور طفيفة والحمد لله كلهم وصلوا المستشفيات لعلناهم بسبعتاشر صارت اسعاف هم تلتاشر مصاب ولا وفيات لمستشفيات مع ماصر وايضا اتنين مستشفى السك الحديد بناء على طلبهم ومستشفى سبرة العام لكن لا حالتهم مصاحية مستقرة وعندنا الدكتور محمد جاد وايضا اتنين موجود بتعليمات مع الوزيرة الدكتور هاليزايد في موقع الحادث وبيتابع الوضع اول باول ومزال عندنا في سهرات اسعاف متواجدة لكن الحمد لله الوضع بيشير لانه ان شاء الله ما بيبقاش في زيادات في الاعداد ارتك ان شاء الله طب كل المستشفيات دي مجهزة لاستقبال هذه الحالات والتعامل معها كما ينبغي ان يكون طبعا طبعا الحمد لله عندنا مستشفى مع المصر دي مستشفى حالة فيها كل التجهيزات وغرف العمليات والأهداد ده وكل حفظات الجراحة العامة ورح تتجميله وخلافه ويعني زي مخالك عارفة احنا عندنا سنرفع درجة الاعداد في كافة محافظات الجمهورية بقالنا أكثر من شهرين ومستمرة حتى اليوم وكل المستشفيات الحمد لله مجهزة وتقدر تتعامل مع الحادث وهو حادث بسيط جدا 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 ان شاء الله خلال الساعات القادمة نطمن حضراتكو على خروج أكواتنا المصابين في هذا الحادث يا رب ربنا يصل ان شاء الله طيب دكتور خالج تحسبا لوقوع اي حوادث او اي يعني يعني حوادث ممثلة ان شاء الله ما يحصلش اي حاجة ايه الدول اللي بتقوم بيه وزارة الصحة والسكان في الفترة الحالية لان طبعا خداك شايف الدنيا مطر والمشهد يعني يكاد يكون مريب الى حد ما وغير معتاد طبعا خطة استعداد معمولة يعني نظرا هي الطقس المسيق في جميع انحاء البلاد عندنا خطة دي اكتر من محور محور منها سهرات الاتعاف عندنا سهرات اتعاف آآ تابتة ومتحركة المتحركة بتجوب الشوارع والميادين وفيه خطة طبية آآ يعني تتعامل هذه السهرات او تنتشر هذه السهرات على اساسها ده بالنسبة لسهرات الاتعاف عندنا ايضا آآ محاول اخرى وهي محور المستشفيات وهي آآ المستشفيات عندنا يمكن آآ على مستوى محافظات الجمهورية كل مستشفيات اللي تتبع المديرات في اونس الحية آآ تم رفع درجة استعداد فيها فيها كل المستلزمات تم مراجعة اكياس الدم تم مراجعة ايضا تواجد الفرق الطبية ما عندناش اجازات ولا راحات آآ يعني احنا مجري في المكتب النهاردة كل المديريات موجودة في مكاتبها كل الاطباء والنباطيات في المستشفى وفيه تكثيف لتواجد الاطباء آآ داشت المستشفيات زي ما قلت لحضرتك مخزون اكياس الدم لصائم في المستشفيات او صائم في بنك الدم الاقليمي او بنك الدم الرئيسي في المخزون يكفي ويزيد الحمد لله ما عندناش احتياج لأي حاجة زيادة آآ آآ السادة وزارة الصحة بتطورها الآن موجودة بتتابع غرفة الازمات من ديوان عام الوزارة وبتتصل به سبعة وعشرين مدرية وبتتلقى بنفسها آآ يعني اي آآ حالات بتروح للمستشفيات نتيجة سوء الاحوال الجوية الحمد لله كله كله بسيط جدا مفيش آآ طباط مفيش اي حاجة آآ يعني كبيرة وان شاء الله يعدي بقيت اليوم على خير وميبقاش في حاجة بإذن الله. ان شاء الله. طبعا مستمر لفرصة الازمات في المعصد. طب في خط ساخن او اي حاجة لو مواطن حس آآ بديء لاني خلي برضو مع آآ 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 الامراض التنفسية في الفترة الحالية اي حد هيحس بديء تنفس حيخاف ان يكون فيروس او حاجة يكلموكو ازاي. احنا عندنا خط ساخن مية وخمسة موجود آآ يعني الامراض المعدية وكل المواطنين بيتصلوا عليه وبيعمل اربعة وعشرين ساعة. وعندنا خط ساخن اخر خمستاشر تلاتة تلاتة سامسة. اللي خطين بيعملوا اربعة وعشرين ساعة وبيتم الرد عليهم فورا وطمأنة المواطن. وخليني اقول له حاجة كمان حاجة مهمة. ان احنا نزلنا آآ صباح باكر اليوم الارشادات الخاصة بكيفية العزل الزاكي. طبعا دي آآ لأي حد يختلط بأي مصاب آآ فيروس كورونا او اي حد بيعاني من آآ امراض تنقصية حده نزلنا ارشادات العزل الزاكي آآ سواء للمخالص او لأسرة. همه. فبرضو او هبعطها الزوم اللي عم حاجة في الاعداد لو ما كانش وصلت. همه. نحنا نعرضها لان ده مهم جدا ان احنا نوعي المواطنين. همه. علشان ما نزرش فزع علشان نفر منهم اي حد يخش مكان زحمة او بتاع يقلق. همه. فعلى يعرف ايه هي الاجراءات الوقائية اللي ممكن يتبعها لفين ان شاء الله يخرج مسلام وربنا يسلم بطري. يا رب ان شاء الله طب بالنسبة للاجراءات المتبعة في الفنادق. علشان الناس يعني كم فيه برضو بعض البلبلة اللي اسيرت في الفترة الموضية فعايزين نطمن الناس برضو. شو مفندم الاجراءات المتبعة باي مكان هي نفس الاجراءات الوقائية. احنا عندنا اجراءات اوقائية. يعني فيه رقابة علشان بتضمنوا الحاجة بتتم كمان بغى ان يكون? شو مفندل احنا في غطابة اولا ما عندنا منظمة الصحة العالمية. هم. بتراقب اجراءات الوقائية المستبعة داخل جمهورية مستعبة في كل مكان. سواء في المطارات. وفي تطهير السيور بتاعت الشمط حتى في المطارات بيتم تطهيرها. السيارات اللي بتيجوا من الدول المطابة بيتم التطهير وتعقيم السيارة بعد ما استوصل رحلة وبتنزل. هم. المشاكرين اللي بيخشوا البلاد طبعا بيتم صحصهم باعلى مستوى من الضتقة. وبيتم مسابعتهم بعد ما يتخلوا باربعتاشر يوم. هم. جميع القنادق جميع ان المهاردة كان عندنا احدى المدارس وتم اه اه يعني تواصلنا مع وزارة البيئة التعليم. وجاري تطهير المدرسة. عندنا احد القنادق تم تطهير تكل المنشآت. ايا كانت طبيعة المنشآة. هم. بيظهر فيها اي حتى اشتباه مصابق بيتم تطهيره وتعقيمه واتباع سافة الاجراءات الوقائية لكل الخاطنين في هذه المنشآة. هم. طيب. اه دكتور خالد لو اي حد من المصابي القطارات عايزين يطمنوا على رويهم. ما الناس مش عارفة الاسامي. يوصل لهم ازاي? يتواصلوا معنا على الصفات الساخن الفاندم زي ما ذكرت لحضرتك. سواء احنا او هيئة السكة الحديد. وطبعا احنا وهيئة السكة الحديد او احنا وزارة النقل المتواصلين ده. اه. بكل ما يخص الحادث. فيه تواصل تام. هم مسؤولين عن البعد الفني. واحنا مسؤولين عن المصابين. والحمد الله هنفيش وفيات. وان شاء الله المصابين يطلعوا. اه في خلال وقت قليل جدا. ويخرجوا بعد حدث وانحالتهم. لكن اي حد عايز يطلعنا على اي مصاب فورا. ويتواصل معنا على الصفات الساخنة اللي ذكرتها لحضرتك. فاحنا فورا هنطمنه لو هو مش عارف يعني المصاب اللي هو المنزويه. موجود فين? هنقول له موجود فين? لكن احنا كل المصابين عندنا. عندنا تسعة مصابين في المستشفى معهد مصر. واثنين في المستشفى شوبرا العام. واثنين في مستشفى السكة الحديد راحوا بنان على طلبهم. اعتقد ان هم السواق القطار والمساعد. تمام جدا. وهم حالتهم كويسة السواق برضو والمساعد. كلهم كلهم اتباط صفيفة جدا. الحمد لله لانه كانت احنا القطارات متوقف. جاي من اصوان. يعني الحمد لله الحدث يعني تم السيطرة عليه بشكل اشتركوا في القناة